وكين شي ناس متفهمش يا أخي كلمتني خلي المساج الصوتي تاعك ولا مساج كتابي كي نفضى نكلمك نمدلك موعد وفي عملي شرحت عدة مرات ما نقدرش نعمل سكرتيرا ما نقدرش كين نسر المهنة وزيد سكرتيرا ما رحاش لازم نصفي وما ناخدش كل الحالات وكين عندي اختصاص معين يعني ما رحاش نهز أغلب الحالات وزيد عندي واحد الأسئلة نترحم ولا إنسان يقدر يترحم للمريض هداك ميكاني لونك ما نقدرش للأسف شديد ما نقدرش نستعمل وزيد هدي علاقة إنسانية يعني ماشي كأنك توضع جدار كيف تحط سكرتيرا كأنك توضع جدار يهزل إنسان يهزل الموعد ما كينش هديك الإنسانية اللي في العلاقة ما كينش هديك التواصل وزيد تاني لوفيلينغ ما نعرفش كيفاش نسميه بالعربية لوفيلينغ مهم جدا للمريض أنه يحس براحة وثيقة علاقة ثيقة مع الأخصائي اللي رايحي تابعوا لأنها رحلة طويلة مرات رحلة علاج ومتابعة تقدر الدوم الأسابيع تقدر الدوم شهور وتقدر حتى الدوم سنوات يعني ولا واحد يقدر يعمل العمل هذا بدل المختص وزيد تاني لوفيلينغ مهم جدا للأخصائي في الكود دونتولوجي تعنا عندنا واحد العقد كما ميثاق كما القسم كما لازم تحترموا بالحرف الحمد لله يعني محمينا إذا ما كينش هنبون فينينغ ما كينش واحد الإحساس إيجابي اتجاه المريض هديك وإذا كين المريض هديك ولا حكيته ولا مشكلته رحة الفغي اكتيفيفة رايحة تفيق توقض واحد المشاعر السلبية متعلقة بواحد الحاجات ما عملش عليهم الأخصائي ولا الأخصائي ما حسش بالراحة مع المريض هديك كين مرضى مسمومين وبكثرة ما لازمش على الأخصائي هزهم لأنه رايح يكون فشل ذريع لهذه المتابعة العلاجية هدي ولا واحد رايح يستفد راح ينفيزوج ينظروا أنا صارتلي قداش من مرة كين بعض الناس للأسف راهم عايشين في ظلام دامس ولاش ويرتح راه ومضلم مضلم 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 وسام سام بكثرة حتى وين يرجع السم هديكي يترمى على الناس الناس كاملة ولو الناس اللي جاية بش تساعد صارتلي معها واحد للإنسانة كل كلمة نقولها توقف عليها كل كلمة نقولها لازم تكسرها كل كلمة نقولها لازم لازم تعكسها كل كلمة راني نعم نمدلك هدي هدي سيونسوجيستيون يعني حاجة إيحاء نان جاية من الإيحاء يعني ما هيش ضرور ما هيش أوبليغاتواغ مش محتم عليك تعمل بالحاجة هديكة أو هديكة تقدر تكون يقدر يكون العمل هداك اللي عملتيه أو القول هداك اللي قلتيه نمدلك شرح تاعه بمفهوم لاواعي أنتي ما موصلتلوش للمستوى هداكة تعلواعي ولا بمفهوم عن نفس ولا بمفهوم علمي أنتي ما عندكش على هديك قصدتي أخصائي في المجال هدا عليش تجي لي وبعد تكسروا كل حاجة كين ناس كل حاجة كل حاجة لازم يكسروها كل حاجة لازم يقول لك عكسها كل حاجة لازم كأنه جاء يحب يثبت أنك ولا أخصائي ولا يفاهم ولا قاري ولا كي وصلت لمكانك هدا معلبيش كيفاش وصلت ولا أنه يحب يثبت أنه منعقد عقدة النقصة ويحب يثبت أنه لا شعوريا أنه خر منك ولا معلبيش ولا أنه في قوة قوة مفرطة ولا ناس عندهم حاجات بزيف لازم يعملوا عليهم غير واعيين بيهم ناس ثانية تكون حاجات بزيف ماش عامل عليها حداد حزن اكتئاب غضب شديد عدوانية ويجي يفرخ على أول إنسان اللي هو المختص اللي رايح يعاونه يساعده دونك المسكين المختص هدا كأنه بونشين بول شفتيو هديك الكورة أو اللي الإنسان يضرب فيها للمليكم يضرب فيها هكا كا يرجع المختص وكأنه للمريض هو المليكم يفرخ 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 عندو موعد مرة في الأسبوع أو مرة في الأسبوعين أو مرة في الشهر كل واحد كيفاش ينظم وقتو مع مختص قديم وعندو خبرة كبيرة في المجال يساعدو على نغلق القوس لأنه موضوع طويل وعريض وما يفضش من بعد الجلسات العلاجية وكل شي في آخر نهار الإنسان يروح يجري القاعة الرياضة باش يفرخ الشحنة السلبية هديك لأنه مستحيل مستحيل يروح بها للدار تهلكوا والله العديم تضمروا وتضمر الناس المحيطة به يفرخ الطاقة السلبية هديك مدة 30 دقيقة و45 دقيقة في قاعة الرياضة يبدل أفكاره ويروح لداره قبل مايروح لداره لازمت له يروح يعمل كالكوكوس لازمت له يروح يشري بعض الحاجات اللي لازمها واللي تخص في الدار ومنها خبز منها حليب منها حاجات تخفي فيه انتع كل يوم اللي ولا نحتاجوها ومن بعد كيف الإنسان يدخل للمنزل نهارو ما فضش نهارو ما فضش يبدأ بالميناج يبدأ يفوت ينظف شوية البيت تاعه يلتها إذا عنده أطفال أو عنده حيوانة يلتها بيهم تاني ينظف يعمل كل شيء ومن بعد تحضر العشاء ومن بعد تحضر العشاء ميناج واحد أخر غسيل الأواني خلاص راح نصف الليل نصف الليل الإنسان يقدر يقعد في مكانه يقرأ له كتاب يؤدي شعائره الدينية ولا فان هذي كهو يطيح مهدود يرقد هذا إذا قدر يرقد من قوة من كتر التعب ومن بعد تحضر العشاء ومن بعد تحضر العشاء يقول لك راني يكلمتك راني يكلمتك عدة مرات علش ما تجاوبش أرجي يجاوب في مكاني ولا أرجي أعمل سكرتير في بلاستي سيخسو نهاركم زين نهاركم مبروك كيت معاكم نرجس من بسيكاس لتستدسا سلام ترجمة نانسي قنقر